اجتمع رئيس عبدالفتح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتمع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم أعداده بالتنصيق بين جهات الدولة كافة حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالاستمرار في التنصيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين كما واجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجال المستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي وذلك بالتنصيق بين الحكومة والصندوق مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين يحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن هم لمصر وشعبها